حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة جميع الأنبياء مارسوا عبادة الشكر التي للأسف معظمنا يغفل عنها اليوم معظم الناس غافلون عن شكر الله عز وجل الحقيقة سيدنا سليمان عليه السلام هذا النبي الكريم الذي وهابه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده سخر له الإنس والجن والشياطين سخر له الريح سخر له الجبال ألان له الحديد كانت لديه الصناعات متطورة في ما يسمى بتكنولوجيا الحديد سيدنا بل هناك بعض الدراسات تقول هو أول من قام بتصنيع الحديد وتشكيل الحديد سخر الله له نعم كثيرة طيب هذا النبي الكريم هل طغى هل تكبر هل ظلم الناس هل انشغل بالدنيا ماذا قال هذا النبي الكريم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم كان هذا لسان حال أغنى رجل في العالم في ذلك الوقت وقلنا مرارا أيها الأحبة إن الصبر على الغنى أصعب من الصبر على الفقر أن تكون ملذات الدنيا ومتاع الدنيا متاحا أمامك وأن يكون لديك سلطة ومال وقوة ثم تتواضع لله ثم تساعد الفقراء ثم تصبر هذا من يعني أصعب أنواع الصبر على فكرة لأن الإنسان الفقير ليس في يده أي حيلة فقير لا يستطيع فهو مرغم على الصبر ومضطر للصبر ومجبر أن يصبر بينما الذي آتاه الله أسباب الدنيا هذا أصبح صبره اختيارا يعني يصبر نتيجة ماذا؟ نتيجة أن قلبه معلق بالله عز وجل فسيدنا سليمان كان يقول هذا من فضل ربي فإذن كان شاكرا كان من الشاكرين عندما يرى نعمة عندما كلم النمل في سورة النمل عندما آتاه الله منطق الطير ومنطق النمل وكان يفهم لغة الحشرات والحيوانات هذا علم متطور جدا حتى الآن لم يصل له العلماء أيها الأحبة فكان يسمع كلام النملة وهي تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال ربي أوزعني ماذا ماذا هل قال أنا وصلت لدرجات عالية من العلم أنا رجل عظيم أنا لا لا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه يعني كان همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى همه أن يشكر الله لذلك عندما رأى عرش بلقيس عنده وهذا علم متطور لم يصل العلماء له اليوم لذلك نحن نقول أيها الأحبة هناك من الحضارات والشعوب امتلكوا التكنولوجيا أكثر من التي نراها اليوم يعني اليوم أنت لا تستطيع أن تنقل غرض أو شيء معين من مكان لآخر إلا ب سرعة محددة وفق قوانين الفيزياء تخضع لقوانين الفيزياء سيدنا سليمان كان يعمل خارج قوانين الفيزياء فنقل عرش بلقيس لمسافة تبلغ ألاف الكيلومترات وخلال زمن يقاس بالميلي ثانية وهي طرفة العين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد يعني عندما تغمض عينك ثم تفتحها هذه طرفة عين زمن طرفة العين أيها الأحبة يقاس بالميلي الثانية الميلي الثانية هي واحدة لقياس أجزاء الثانية يعني كل جزء من الألف من الثانية يساوي ميلي ثانية يعني كل ألف ميلي ثانية هي ثانية الألف ميلي تساوي ثانية فتصور أن طرفة العين بحدود 25 ميلي ثانية يعني 25 بالألف من الثانية هذه طرفة العين الزمن الذي استغرقه ذلك الرجل الذي كان في مجلس سيدنا سليمان والذي وصفه القرآن بأن لديه علم من الكتاب أحضر عرش ملكة سبأ وهي بلقيس عبر آلاف الكيلومترات وعبر ربما ظروف جوية وربما مسافات كيف أحضره تكنولوجيا متطورة جدا ورآه مستقرا عنده بالفعل في أقل من 25 ملي ثانية قبل أن يرتد إليه طرفه فبمجرد أن أغمض عينه وفتحها فلما رآه مستقرا عنده ماذا فعل أيها الأحبة اليوم أحدنا إذا يعني امتلك شيء بسيط يفرح وينسى الله وينسى لقاء الله سبحانه وتعالى وينغمس في هذه الدنيا تصوروا أن سيدنا سليمان امتلك هذه التكنولوجيا المتطورة ماذا كان رد فعله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليختبرني ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لذلك أخي الحبيب عندما تشكر الله حقيقة أنت تفيد نفسك أنت تشكر الله لفائدتك أنت الله ليس بحاجة لشكر العباد وليس بحاجة للكون كله هو الخالق هو الذي خلق الكون كيف يكون بحاجة له ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سبحان الله وهذه الآية ينبغي أن نحفظها أيها الأحبة ونكررها في حالات الفضل من الله يعني عندما يأتيك رزق يأتيك فضل عندما يرزقك الله بيتا أو زوجة صالحة أو يرزقك متاعا من متاع هذه الدنيا سيارة مثلا أو شركة أو كل واحد حسب يعني ما يرزقه الله ينبغي أن تتذكر دعاء سيدنا سليمان ينبغي أن تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وتتذكر أيضا هذه الآية ومن شكر فإنما يشكر لنفسه تتذكر أنك عندما تحمد الله إنما لنفسك الله ليس بحاجة لك ومن كفر فإن ربي غني كريم طيب سيدنا لقمان عليه السلام سيدنا لقمان الحقيقة في نصيحته لابنه كان يبدأ بالشكر أي نصيحة يبدأها بالشكر ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله كأن الله يريد أن يقول لك إن أعظم أنواع الحكمة أن تقول الحمد لله لذلك أول آية في القرآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما هي الحمد لله رب العالمين بدأ بالشكر ليعلمنا أن نتخذ الحمد والشكر لله منهجا في حياتنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد غني عن عباده الله ليس بحاجة لنا أيها الأحبة هو خلقنا أصلا نحن لم نكن شيئا فإذن أيها الأحبة أراد الله أن يعطينا درسا أنك إذا أردت أن تكون من أصحاب الحكمة إذا أردت أن يؤتيك الله الحكمة والحكمة هي شيء عظيم هي أعلى درجات العلم أيها الأحبة الحكمة أن تقوم بالعمل المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب ويعطي نتائج صحيحة هذه هي الحكمة ونحن بحاجة للحكمة في حياتنا معظم قراراتنا خاطئة اليوم لا نستطيع اتخاذ قرار صحيح يضمن لنا سعادة الدنيا والآخرة فإذن كأن الله يريد أن يقول لك الحكمة هي شكر الله طيب سيدنا نوح عليه السلام هذا النبي العظيم الذي صبر كثيرا على أذى قومه استهزأوا به ضحكوا عليه قالوا مجنون وازدجر تآمروا عليه كل أنواع الاستهزاء والسخرية مارسها قومه عليه لمدة تسعمائة وخمسين سنة وهو يصبر ويشكر يصبر ويشكر لذلك مدحه الله في آية عظيمة في سورة الإسراء قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فكأن الله يريد أن يقول لك إذا أردت أن ينجيك الله كما أنجى سيدنا نوحا سيدنا نوح كما أنجاه فعليك أن تشكر لأنه كان عبدا شكورا وأنجاه الله ببركة هذا الشكر لذلك أيها الأحبة عبادة الشكر هي عبادة كل الأنبياء طبقوها ومارسوها بلا استثناء وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمد الله ويتوب إليه ويستغفره في اليوم لا نقول مئة مرة مئة مرات وكان يحمد الله ويشكره ويستغفره حتى تفطرت تشققت قدمه الشريفتين من العبادة وقيل له يعني يا رسول الله بمعنى الحديث يعني إن الله قد غفر ذنبك يعني أنت مغفر الذنب بنص القرآن ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر طيب لماذا تتعب نفسك ماذا قال قال أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا دائما أن نحمده ونشكره على نعمه الكثيرة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ورحمة الله تعالى ورحمة الله تعالى وبركاته